شاهدين حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في البلاد واعترف بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان لكنه أشار إلى أن هناك اعتداء وقع على النظام العام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع وأضاف أن الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة أمام قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين حديث عبد المهدي جاء في ظل تصعيد الحراك الشعبي المتواصل وسقوط مزيد من القتلى والجرح بين صفوف المتظاهرين ومحاصرة بعض المؤسسات العامة وإغلاق الطرق نتابع التقرير منذ السابيع والاحتجاجات في كافة أنحاء العراق مستمرة ووصلت اليوم حد شل الحركة في محافظات عدة جنوبي البلاد جراء إغلاق الطرقات وإجبار المتظاهرين قوات الأمن على التراجع في بعض النقاط ببغداد المحتجون واصلوا إغلاق عدد كبير من الطرقات في عدة مدن ففي وسط مدينة كربلاء أقدم متظاهرون على إغلاق الطرق وإحراق الإطارات بعد توتر الأوضاع يوم أمس نتيجة مقتل متظاهر وإصابة العشراء وشهدت الشوارع في عدة مدن حالة كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن أعادت السيطرة على جسور توصل إلى المقار الحكومية والديبلوماسية كان المتظاهرون يغلقونها وفي الجانب الآخر تواصل الدوائر الحكومية والمدارس إغلاق أبوابها نظرا لترد الأوضاع الأمنية كما الحال في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف وإلى جانب الخسائر البشرية والتي وصلت إلى أكثر من 300 ضحية منذ بدء الاحتجاجات تقول مصادر صحفية أن الخسائر المادية مستمرة ففي البصرة ورغم تدخل قوات الأمن لإبعاد المتظاهرين عن بوابة ميناء أمقصر التجاري فإن إغلاق الطريق المؤدي للميناء تسبب في تعطيل التجارة بنسبة 50% وليس بعيدا عن المشهد الميداني يأتي السياسي تصريحات كان أخيرها لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي اعترف بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان لكنه أشار إلى أن هناك اعتداء وقع على النظام العام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع المهدي ولتبرير ما يجري على الأرض قال أن الدولة تواجه ضغطا شديدا وأنها في حالة الدفاع عن النفس ومن واجبها حماية النظام العام والمواطنين تصريحات يراد منها تبرير وقوع عشرات من الضحايا بذريعة مواجهة التظاهر غير السلمي شاهدين أهل المزيد ورحب بضيفي هنا في الستوديو سيد عمار سوادة الكاتب والمحلل السياسي ورحب بك سيد عمار ما هي الدلالات وأهداف تحذيرات عبد المهدي من وقوع حرب أهلية أو صدام أهلي كما سمعه الصدام الأهلي يكون عندما أولا مرحبا بك ومشاهدين كرانا الصدام الأهلي عندما تقرر السلطة استخدام العنف ضد المتظاهرين هناك مطالب للمتظاهرين لم تحقق حتى الآن ولا يحق لعادل عبد المهدي في دولة مليئة بالنهب وقتل من المتظاهرين حوالي 300 نحو 400 شخص أن يطالب المتظاهرين ويهدد ويلوح بالحرب الأهلية أو بالانفلات الأمني هناك معلومات تتحدث أن الملف ملف ساحة الساحات وبدأ بالجنوب سلم لشخصيات عسكرية الآن وإدارة هذا الملف قائمة على ذهنية أمنية عسكرية وهذه هي أول تباشير ما أعلنه عادل عبد المهدي بمعنى آخر عادل عبد المهدي ضمن كلامه محاولة تهديد وعيد ويبدو أنه بدأ بتنفيذة في المحافظات الجنوبية إذن هذا التهديد الذي وجهه هل هو بداية هكذا أفهم من كلامك هو بداية لتصعيد العنف ضد المتظاهرين طبعا أنا ما أظنه أن السلطة السياسية هناك جانبان في خطاب عادل عبد المهدي خطاب يمثل مخاوف السلطة السياسية نفسها أن هذه المظاهرات بدأت تحقق بالفعل ما تريدها بدأت تضغط على هذه السلطة بدأت تضغط على العملية السياسية وبدأت تهددها وقد تؤدي إلى سقوطها إذا ما استمرت فلهذا هو أرسل هذه التهديدات وبدأها في محافظات الجنوب وبالنهاية هناك محاولة تسعيد ضد المتظاهرين كم سيستطيع حتى الآن المظاهرات في العراق الاحتجاجاتها أو الانتفاضة العراقية تحظى بدعم شعبي واسع حاضنة شعبية لم يمكن أن تستمر إلى الآن بعد شهرين والعراق عادة بلد بمصالح اقتصادية وبناس تشتغل لا يمكن أن تعمل وأرزاقها يومية في ظل البطالة الموجودة لا يمكن أن تستمر مثل هذه الانتفاضة بدون دعم شعبي حقيقي فلهذا كم يستطيع هذا الدعم أن يقف بوجه أي محاولة تسعيد هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة نعم هل تعتقد بأنه فعلا الحكومة أو النظام في العراق يشعر أو يستشعر بهذه الخطر من الانهيار وبالتالي ما هي تبعات ذلك على الأمن في العراق أساساً وبالنهاية الموضوع في إجابة مزدوجة أولاً هناك ضغوط دولية على السلطة في بغداد وبدأت الأصوات تتعالى في أوروبا وفي الولايات المتحدة ويريدون حسم الموضوع قبل أن تكبر هذه الضغوط في حال امتدت المظاهرات وأخذت بعداً آخر بعداً ثورياً قد يكون أو بعد عنف فلهذا هم يتحركون بانطلاق من هذه النقطة رقم واحد نجاح النظام الإيراني بقمع المظاهرات وأساساً المظاهرات الإيرانية هناك شكوك بأن النظام الإيراني عجل بها من خلال قرار النفط لأجل الإسرع بقمعها خوفاً من أن تظهر فيما بعده ولا يكون مستعداً فهذا يعطي للسلطة العراقية رسالة بأنه اذهبوا إلى القمع خصوصاً بأن التنسيق يبدو عالي المستوى في هذا الصدد تكرار قطع الطريق في ميناء قصر هذا يعزز من مخاوف السلطة بأن المتباهرين جادون جداً وتبقى تهمة هناك مؤامرة خارجية هناك مخابرات دولية بالتأكيد هناك مخابرات دولية على أي حال لكن المخابرات الدولية لا يمكن أن تعمل إذا لم يكن هناك حاضنة وهذه الحاضنة ليس المتظاهرين هذه الحاضنة هو خراب هذه العملية السياسية التي جعلت هذا الشارع بهذا الإصرار لا يمكن أن يكون الشارع بهذا الإصرار لو لا أنه محتاج فعلاً للتغيير والآن ما يحدث في ساحة التحرير على وجه الخصوص هو فعاليات اجتماعية متعددة تشير إلى أن هذه المجامع البشرية مصرة على ما تريد ليس معروفاً بالضبط إلى أي سقف ستقف طموحات الشارع العراقي لكن ما هو معلوم أن السلطة لم تحقق حتى السقف الأقل من هذه الطموحات زعماء عشائر ليس فقط عبد المهدي ولكن زعماء عشائر في العراق دعوا السستاني إلى التدخل لوقف إراقة الدماء والإنجرار إلى حرب أهلية وبالتالي يبدو أن هناك استشعار عام في العراق من انزلاق البلاد نحو الهاوية إلى أي مدى السستاني له القدرة على ضبط الحكومة أو النظام لوقف القمع وإعادة الأمور إلى السلم أنا أعتقد أنه السستاني لم يعد لديه هذه القدرة على السلطة السياسية هذه السلطة الآن متمكنة بدون الحاجة إلى الشخص السستاني بدون الحاجة إلى المؤسسة الدينية ساعدها في البداية وأنفلتت عنه اليوم لم تعد هذه السلطة ممكن هي تحترم بالظاهر لكن هذه السلطة لا تلتزم بما تريده النجف أستبعد بأن لديه التأثير بنهاية السلطة دائما تنفي أنها تقمع يعني عادل عبد المهدي يتحدث باستمرار عن أنه لم يقع ضحايا يتحدث اليوم السلطة العراقية نفت وقوع قتلين ضحيتين في قرب جسر الأحرار في بغداد ورغم كل التأكيدات السلطة تنفي ولكنها أعترف اليوم بوجود أخطاء في الجنوب في الجنوب لم تعترف في بغداد لأنه في الجنوب الكارثة كبيرة جدا وهي تعترف بأقل مستوى ممكن من الاحترافات بمقابل دائما تعد السلطة بأنها لن تستخدم العنف وتستخدمه حتى لدرجة أنه حين تقول السلطة أنها لن تستخدم العنف فهذا يعني أنها ستستخدمه طيب عندما يقول بأنه الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تمهيد لماذا يرعليه؟ تمهيد للإجراء الأمني تمهيد ليه هو يتحدث حتى الآن نحن في موقف دفاعي 400 قتيل في موقف دفاعي ماذا سيكون في موقف إذا كان الموقف الهجومي بعديا هناك في اجتماعات القادة السياسيين طرحت هذه الفكرة فضل المظاهرات هو تحديدا التركيز الآن على بغداد وميناء قصر بدرجة رئيسي فضل وقع حتى الآن 350 قتيل يقع علف بالنهاية لا بد من حماية النظام السياسي يستحق النظام السياسي أو عمليتهم السياسية تستحق أن يسقط هذا العدد من القتلى في حال فضل حتى الآن الإجراءات لم تستطع أن تمنع المتظاهرين بالعكس المتظاهرين في بغداد تمددوا على طول شارع النضال وأصبح ثلاثة جسور قريبة على نفوذهم وتأثيرهم طبعا هذا لا يعني شيئا الجسور لأنه بنهاية الجسران المهمان هما جسر الجمهورية وجسر السنك اللي هما المدخل الرئيسي للمنطق الخضراء لكن السلطة تحاول من خلال هذه العملية الآن فقدت السيطرة على هذه المنطقة هذا يعني بذ مزيد من القوات أو الإتيام بقوات جديدة اختصاصها قمع الناس ولا أدري بالضبط ما هي هذه القوات وعلى ماذا ستستمت هذه التهديدات أو هذا الموقف الجديد من عبد المهدي جاء بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق مؤخرا وبالتالي هل تعتقد بأنه أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة من الإدارة الأمريكية وما هي السيناريوات المتوقعة بناء على ذلك الأمريكان يعني هي هذه مخيفة أنه إذا ما أخذ الضوء الأخضر من الأمريكان أنهي المظاهرات بأسرع وقت ممكن حتى سنودي وهذا شيء مخيف هناك سيناريو آخر لا أنه تحذيرات الأمريكية تواجه بتهديدات عدل عبد المهدي التي هي بالنهاية تمثل رؤية إيرانية مضادة خصوصا هو الحديث عن مؤامرة تمتد من العراق إلى لبنان من لبنان إلى العراق إلى إيران هذه المؤامرة أشكرك جزيلا سيد عمر سواد الكاتب والمحلل السياسي على حضرك معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة